تمكنت مملكة البحرين من استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في العام 2023 بحجم غير مسبوق بلغ 6 مليارات و 800 مليون دولار أمريكي في عام 2023 وذلك وفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد وبذلك أصبح حجم الرصيد الترقمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بنهاية العام الماضي مقاربا لما نسبته 99.7% من الناتج المحلي الإجمالية وهو ما يشكل إحدى أعلى النسبي في العالم وتفوق المتوسط العالمي بنسبة 46.9% بفضل ما تتميز به مملكة البحرين من منظومة تشريعية متقدمة أصبحت اليوم وجهة مهمة وجاذبة عبر استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6 مليارات و 800 مليون دولار أمريكي في العام 2023 وزاد الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين من 11 مليار دولار أمريكي في عام 2003 لتصل إلى أكثر من 43 مليار دولار أمريكي في 2023 وهو ما يشير إلى بلوغ متوسط نمو سنوي بمعدل 7% متجاوزا في ذلك المتوسط العالمي الذي يبلغ 5% كما دائبت البحرين على تنويع قطاع الخدمات المالية لديها ليتجاوز قطاع النفط باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك بنسبة 17.18% في العام 2023 إلى جانب محافظة المملكة على تحقيق نمو اقتصادي صحي وهو ما يجعل من 2023 عاما استثنائيا وفي ذات العام الاستثنائي دشنت البحرين مبادرة منح الرخصة الذهبية للاستثمارات الاستراتيجية والتي لعبت دورا محوريا في استقطاب المزيد من الاستثمارات من دول المنطقة والعالم إذ أسهمت منذ انطلاقتها الأولى في جذب 2 مليار و 400 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات التي تمثل 9 مشاريع كبرى يتوقع أن تسهم في خلق 3000 فرصة وظيفية في عدد من القطاعات المتنوعة ترجمة نانسي قنقر